اشتركوا في القناة طيبة صفحات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي ره الإشارة مرحبا بالأراء والاقتراحات ديالكم البرنامجنا ضيفاتي كل من أمس سبتي الأخصائية النفسية صباح كوردو ياسمين أهلا وسهلا بك زيني كيف الحال؟ الحمد لله وضيفتنا فقرة جمال مريم الصباح الخبيرة في الجمال مرحبا بك هلا مرحبا وألف مرحبا برفقتك اليوم سنتكلموا على وسائل ونصائح التي تعطينا لتخلص أو تخفيف من الهالة السوداء سنتكلموا مشاهدين الكرام في فقرة عرفة شتاكل على الأغذية المضادة للأكسادة لنا موعد مع صحت راسمالي ومبادرات جديدة ولكن بداية حلقتنا اليوم نخصوها لموضوع مهم جدا تتم لموضوع سابق كنا تكلمنا في حلقات سابقة على الكذب من الناحية النفسية ولكن كجزء من الكذب كما يعرف بهوس الكذب المراضي شنا هو أمس بتتفسرنا أشن الفرق بين كذب عادي وهوس أو كذب مراضي جوش تلات الأشياء اللي كتخلينا نفرقهما بالكذب عادي والكذب اللي هو مراض الكذب عادي أولا ملاحك يكون واعي به والمرض غالبا ما كيكونش واعي أنه تكذب الكذب العادي كيكون مقصود من بعده يا إما كيكون مقصود إيجابي أو لاسلبي يا إما بغي ندير شي حاجة للخير أو لا بغي ندرشي واحد ولكن في الأخير عنده هدف الكذب المراضي ما عندهش هدف هو مبدأي ثالثان الكذب اللي تيكون عادي كيكذبو كين أشياء اللي كتخلي الإنسان واعي برسو أنه كيكذب ودونك كين أعراض خارجية أنه كيكذب في الكذب المراضي ما كينش كيفاش نعرفو أنه الإنسان كيكذب ينسير الكذبات بعد المراضي كتكون كبيرة ودونك الكذبات برس هارا ما كان كتخلي بالإنسان ولكن ما كانش أعراض علاج حيث الإنسان كيكذب ديك الكذبات ومصدق هذيك الكذبات دياله اللي تيقولها أشون تخلي شخص يتصاب بالكذب المراضي؟ هلو ما عرفت شوش الإنسان يتصاب يعني أو لهو فيه؟ كين هو وسيلة دفع في الأخر ماشي شي حاجة اللي غي كتطيح عليها بحالها وعلش لنوتي دافع أمي السور غالبا حلم النفس ديجا ما لقاش حتى شي عامل وراتي حتى شي هذا شنو لقى؟ لقى أنه جوج الأشياء اللي كتخلي الإنسان كيطح في هذ الكذب المراضي طريقة تدريجية ولا طريقة تتكون بالصدفة؟ طريقة تدريجية هي كتكون البيئة اللي تربى فيها جوج ديالشكل ديال البيئة التربوية للوالدين أولا الولدين اللي تكونوا دريفين بزاف وضعاف وكي أمنوا كل شي وكي تيقوا كل شي وكي أعطيوا الحب فت القياس وما كيحطوش حدود الدري ودك شي تانيا الولدين اللي تكونوا العكس ديال دك شي تكونوا نرجيسيين قاسحين تكونوا رافضين هذك الدري دونك تدريجيا الوليد كيتخبى في الكذب ما تيكونش باغي الحياة دياله تيكون حب الدات دياله ناقصة بزاف يا إما حت الولدين كيبغيوها بزاف دونك ما عندوش كيفاش كمانتستي لهذا الليميت دياله دونك ما عندوش حب الدات تيقلب عليها عن طريق يخلق واحد الحياة خيالية أولا الولدين تيكونوا نرجيسيين متطلبين عانفين دونك تيحمي راسوب في واحد الخيال كيمشي في واحد العالم خيالي تيخلقوا راسوب باش كيحمي راسوب طريقة تانية اللي تتكون صدفة كتبان هاد الاميتوماني هاد الكذب هاد الكذب كمرض هو الإنسان اللي عاش صدمة مثلا ما تلوشي واحد تعدى عليها شي واحد عاش واحد صدمة مثلا ترفض واحد الوليد عندو 8 سنين 9 سنين 10 سنين أول حب كان عيشوه كان عيشوه تقريبا في هات السنوات حب واحد البنت ولا حب البنتها حبت واحد الولد ولو أنه دراسات برهنات أنه الولاد كيتصابوا كتر من اللي بنات بهذا لونك تيكون وليد مثلا بغا واحد البنتها وهذيك البنتها رفضاته وما قبلاتوش وقال لا أمي نقصت منه بزيف تيرفض هذيك الصورة اللي تعطيها على نفسه وشنو تيخلقوا واحد الصورة تيكبرها تيجملها تيزينها وتيتيقها باش يقدر يتفادى هذيك الألام هذيك الألام أخصدنا شي روح على واحد النقطة أيضا اللي هي كيكون أقل نسبة أقل كان أمراض نفسية أخرى كتسبب الكاذب المرضي كيكون من بعض الأعراض ديالها الميجالوماني هذيك اللي تيحسب رأسه هو فوق الناس كلهم وهذا النرجسية النرجسية كمرض حيث كنا ديجة أحضرنا أنه النرجسية كتكون كلنا في ناشي شوية ديال النرجسية ولكن بعض المرات كتكون مرض أيضا مهم لو تخوب البوردر لاين يعني كين واحد لإضطراب في الطريقة باش كنبني علاقات مع الناس وكيفاش كنشوف راصي في العلاقات مع الناس هذي كتكون من الجانبية ديالها الكاذب المرضي اليوم أمل سبتي وش تختلف درجات هذا المشكل كمرض عند الناس الحدة دياله وش كتختلف وشنو اللي كيساهم في أن الحدة دياله تختلف وش لأي درجة ترفضنا تطلعنا نسبة الخيال عندنا ولا الظروف اللي كبرنا فيها ولا شي سادة ماتجة ومفاجئة شنو اللي كتخلي الحدة ديال الكاذب المرضي تختلف من شخص لآخر وي شنو اللي كيخلي الحدة ديال شحال غتشرب من الماء وشحال فيك تلعطش يعني شحال ممكن احتياج بالأمان شحال ممكن عنده هذيك الإنسان ولا الطفل غالبا كيكون هذي شي بدأ من المراهقة بدأ من طفولة آخر طفولة يعني دي كويت طانفان وكيكون بزاف مجهد في المراهقة وبيانسور بعلمرات ما اللي كيكون في المراهقة والوالدين ما كيعقش به يعني ما كتكونش شي فرصة باش يدعو كيواللي كيخلق كيواللي كييبدأ في فلاج أدولت في سيدنا الرشد وكييتعيش ديالك ساعة كييتعيش اللي كيخلي الحدة هو شحال كان أولا شحال كان هو محتاج لهذه الوسيلة حيث في الأخير ما هي إلا وسيلة حماية نفسية إلا وسيلة دفاع على نفسه شحال ما كانت صدمة مثلا الرفض الألم في الطريقة في الطرق التربوية اللي تعرض لها شحال ما غادي يكون الكذب وبيانسور تاني حاجة شحال ما غادي تغدا يعني شحال ما تلقى بالناس اللي أمنوه تاقوه تاقو كذبتو تاقو كذبتو قلنا قبالا الفرق ما بين واحد الإنسان اللي كيكذب متعمد واحد الإنسان اللي في هادشي مرض الإنسان متعمد شنو كيربح من الكذبات ديالو كيربح أنه كياخد منك شي حاجة إما كياخد منك الحب ديالك كياخد منك الفلوس ديالك كياخد منك الوقت ديالك هذك الكذب ركي نربحه منه شي حاجة كذب المراضي هذك الإنسان اللي عنده الكذب المراضي الحاجة الوحيدة اللي كيحاول يربح منك أنك تتاقو أنه يرسخ يضبط هذك الكذبات ديالو وكتكوني انتي مرآت باش يشوف انه هذيك الكذبة ديالو معقولة ممكن يصدقها وحده ديك الساعة يقدر هو يصدقها دوك شحال ما لقى الناس اللي كتعطيها هاد الاساتيسفاكسيون هاد الربح انه كتعطيه وحد المرآة انه الكذبة ديالو كل مزادة حقيقية وكيشوف راسو ما كياخد منك تحاجة كيشوف راسو كي تساعد انه ودجا كيتيق الكذبة ديالو ولكن كتكون عنده وحد المساعدة خارجية كيباش يزيدي تيق الكذبة ديالو شحال ما غادي يزيدي يكذب قلتا اما سبتي انه شخص ما واعيش ما تعتارفش ولا ما عارفش باللي راح تيكذب وعيش في كذبة وقلتا باللي هو شخص ما بغي يخد من نكواله هو تغدي وتغطي وحد الجرح وتأمن راسو ولكن استمرار شخص انه يعيش لسنوات بهذا الطريقة فين غادي يوصله من الناحية النفسية غادي يوصله في هروب دائم من حياته كيقلب على حاجة واحدة بحياته كلناس نقلبه على بزاف الحواج كيقلبه على الحب على الناجح على وبغي يحمي راسو لا وبغي غيل عادي كالكذبة ديالو يبقى وليمد من على هادوك الناس اللي غادي يتقوا الكذبة ديالو سكيفي غايبقى يكبرها وماشي هو كيزيد فيها وكيكبرها داياخ خسنا نشير ولا شي حاجة هادوك الناس مليكة نكونوا عارفين وواهين ما خسناش نكذبوهم بزاف بطريقة هانفة حيث إلا كذبناهم بعض المرات كيوصل إلى العنف باش كنكذبهم كيقدر يوصلهم هما إلى النوع من انفصال في الشخصية ديالهم يعني بمعنى أنه يقدر يعنفك ولا يعنف راسو يقدر يقتل راسو وقع إلى واجهته الحقيقة إلى واجهته بالحقيقة وواجهته بطريقة هانفة لك خسنا من تقوهمش بزاف ولكن في نفس الوقت ما نقصناش نواجهوهم بزاف حيث كان خلقوا عنا وحد الآلم نفسي كبير بزاف مرافقة نفسية كيفاش كتمن هاد عدنا مشكل كبير عدنا مشكل كبير بزاف في المساعدة ديالناس اللي عندهم هاد الكذب المرادي أولهم أول صعوبة اللي عندنا إنه الإنسان ما وعيش برأسه أهمروا أهمروا ما غيطلبوا المساعدة المساعدة غادي جي يا إما بحيط فهموا هو صغير أنه كان مشكل وغادي يساعده يا إما غادي يوصل في واحد الحالة في حياته مثلا مشكل قانوني مع العدل مع القانون مع الانسان اللي غادي يضطر أنه يلقى حال يعني جستما غادي يواجه الكذب دياله غادي يخليه يواجه شي حاجة اللي غادي يضطر ضروري غادي يدير على الكذب غادي يمشي يطلب المساعدة على حاجة أخر إنهيار عصابي قلق اكتئاب اكتئاب شي حاجة بحال هكا هي اللي غادي تخليه كي يطلب المساعدة إلا مشارتج عندكم شخص عنده الكذب المراد كيفش كترافقوه هلو كان نرافقوه أولا ماشي بنكذبوه ولا نتاقوه أولا كان نعلموه يطلع حب الدات هذيك الانسان مشكلته أنا وإحنا في الطفولة كان بني واحد صورة على نفسنا والنسبة ديال تقدير اللي عندنا لهاديك الصورة هو اللي كيخلينا كنتعامل مع البيئات يعني هو شي حاجة اللي داخلية حب الدات مشي شي حاجة لي معلقى بل أخرين شي حاجة اللي أنا بنيت واحد صورة داخليا في الداخل ديالي في الداخل الحميمي ديالي دمونانتي ميتي بنيت واحد صورة على راسي وهديك الصورة كان بغيها وكنحصر معها وكنقدرها. هاد الناس ما عندهمش. تكشي عليش كيخلقوا حياة كاذبة. حت في الداخل ديالهم هاديك الصورة اللي عندهم مؤلمة لواحد درجة انهم كيرفضوها كيهربو منها كيفروا منها. دونك اول شي اللي تنخدموا مع هاد الناس اولا اولا هو حب الدات. حب الدات. نخدموهم على يتقبلوا نفسهم. يحنوا في نفسهم. يكون عندهم نوع من الاحترام لنفس ديالهم. هذا اول شي. تانيا هاد الناس غالبا تكونوا تخيصي. نسبة ديال الاستخس. ديال القلق عندهم طالع بزاف من الاول. يعني بلي تكون تيكدب ديجا هو تيكون تخيصي. ما عندوش مشكي يشوفك في عينيك ولا بحال هادك الانسان اللي تيكدب متعمد وما تيقدرش يشوفك في عينيك. هذا رهتا عيق الكدبة ديالو. ولكن تالما مصر على انك تيقيه وانك الكدبة غاد خصات تكون حقيقية وخصات تكون مبلوعة يعني يقدر يبلحها الواحد. دونك عندهم واحد المجهودة يتسا ترا. دونك تاني شيء كنعونوهم على هاد الاستخس. هاد الانكسيتي اللي كتتربى فيهم من يتكونوا عايشين واحد الحياة هذا. وثالث هم بياتهم اللي كنديرو هاد الجوج ديال المراحل المرحلة التالية. هو الانكخاج يعني كنحاولو نصالحوهم مع الواقع. نصالحوهم مع الحياة الواقعية اللي هم عايشين. انا طلب منك اللي نادش اللي تدوين عليها من قبلة والكاذب المرادي جاي من الصغر. هو جروح وآلام لي عايش الشخص في صغر دياله. انا طلبت منك نصيحة تعطيها الوالدين وهما يربيوا ولادهم باش ما باش نتفادوا يكونوا عناش ناس كتعيش في معاناة حتى يعنيوا بزاف الناس معاناة الكاذب المرادي ش تقولي لهم اماسبتي؟ انا قلنا غي حاجة واحدة غي لحاجة واحدة ما تخليوش الكاذب في الحياة ديالكم مقبول مالي تيكون الوالدين كيخليو الكاذب يكون مقبول مالي تيشوف الوليد ماما كتكذب على ابا بابا كيكذب على ماما ماما كتكذب على شي واحد في التليفون هو كيكذب و هي كتصفق عليه كتقول له برافو كتطلب منه انه يكذب على أخوه عفاكم اول شيء الوليدات كيقدرو يتفاهموا اي حاجة ولكي ما كيقدروش يتفاهموا الكاذبة حيث هما دائما في الداخل ديالهم ما عندهمش تجربة الكافية وما عندهمش نسبة ديال الواعي الكافي باش يفسروها دون كتخلق ليهم واحد انكونفوزون كتخلق ليهم واحد عدم توازن في الداخل ديالهم اللي تيسمعوا الكاذبة دون اول شيء اللي كان قدرو نقوله الوالدين هو ما يكذبوش عفاكم لا ليهم لقدامهم لا يخليهم ما يكذبو حيث كان شيء ولدات كيجيوا كيكذب والباغو عارف انه الوليد كيكذبو كيسفق عليه ميمكنش تانيا جميع الطرق كما المدارس التربوية اليوم اللي كان اليوم وليفولوسيون ديال التفكير التربوي اللي كان اليوم كيجمع الفكر العالمي الكوني الواحد الحقيقة لانه الوليد محتاج الجوج الحوائج مبدئيا محتاج الحب للمشروط محتاج انك تكون حداه وتقوله ايه وتهزه وتبوسه وتعنقه وتدفع عليه وتكون جنبه ولكن محتاج في نفس الوقت للميت لغاقل الحدود القوانين الوليد غير يتعرض غير يكبر شوية غير يقولي شي شوية مراهق غير يتعرض لواحد المجتمع اللي فيه الممنوعات اللي فيه القانون اغراءات اللي فيه بزاف الحوائج وفي نفس الوقت بيانسور الاغراءات دونك مهم انهو الوالدين يفشوا ويبغيوا ولكن مهم انهم يحطوا انكادر للوليدات شكرا لك امال سبتي مشاهدين الكرام اجلوا نتعرفوا كيفاش نقدروا نخافهم الهالات السودات السوداء اعفا رفقة مريم مرحبا مرحبا واهلا وسهلا مريم مصباح خفزي بوك هل اختك نظر الناس تخلط ما بين البوش والسرن تماما تماما اليوحنا سندوق على السرن على السرن الهالة السوداء هو اختلاف دورة اللون دورة العين دياننا على الوجه دياننا يعني كي بلنا ان الدورة اللون فيها غامق اها يبينسور نوع ديال الهالات عنا الهالات السوداء اللي كيكونو ويراتيين ولا اريدي دياننا وعندنا ديسارن كرو اللي كيكونو عندنا محفرين يبينسور عنا ديسارن بيغمونتي سوفوهم دو واحد لكولار اللي مختلف بينسور عندو اسباب مختلف كتختلف طرق خلنا نقولو تخفيف منها لانا الاجهالات السوداء في نظر كين او لما تكينش على حسب الهالات عنا الهالات مثلا الويراتية ما عندهاش علاج وحسي إلا كانوا مثلا ديسارن ولا ديسارن كريم أفير كعطونا واحد للغجول طولة واحد نتيجة اللي كتكون مؤقتة من بعد مني كنوقفو هدوك ديسارن ولا ديسارن اللي تندير وقناعودو نرجعو درقة بالنسبة الهالات السوداء وحد السؤال اللي كي بزاف ناس كي سؤولو كيفاش نعرفو أن نحن عندنا ديسارن إغيديتار على لغة من صغر إلا كانوا من صغر كنشوفو أن الوليد والبنيتا عندو اللون ديال الدورة دياله مختلف على خوته ولا الخوت كاملين دونك سي إغيديتار سوى من الباران سوى من الجدود يبينسور هاد الوليدات هادو هم الليوليد اللي خصنا نعلموهم مع الليجيان ديالهم للروتين ديال العناية بالدورة ديالهم باش يبقى غير هادو اللي ورتو ميتزاد ميتزاد شد أي اللي غامق كتر بينسور بالنسبة الهالات اللي كيكون عندنا كروا ولا محفرين سوى حسا هما كيكون إغيديتار ولا تيكون السيدة ولا السيد طيح واحد الوزن بطريقة مفاجئة بطريقة سريعة طوك هادو شحيمة اللي كيكون عندي في الكنطور ديال لزيو بطبيعة ها كيكون شوية خفيفة بغبور شحيمة دلوجه كامل سكيف هي اللي اللي كالضعف لي وسيبان اللي 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 تغرق على غفلة تقدري يتلقى لهم حل هادو نوع نوع من الانجكسون ديال الاسيد الاروني كينا الحقن ديال الدهون الداتية ما يهدش يكلو بانسور ما قدرو نحدو كيقدرو يحدو لما يتسان ديالنا هو اللي قدري يحدنا التقنية اللي تصلح ديالنا بالنسبة اللي الساغن اللي تيكونو ملون دو ناتور ولا احنا درنا هون بيدينا كينيش اغلاط اللي كنديرو هم أزين بحال لأخ أنا ندير لأكرا لوجهي كامل ونحمي وجهي كامل من الشمش وننسى العوينات ديالي تونك هادي واحد اللي غير اللي من اللي نغسل لوجهي في الأخر النهار كان لقى لوجهي ديالي محمي من الشمش والعوين ديالي مبرونزيين هون سيتوتا في النغمال غادي اللي قاد الساغن اي بيان سور النس اللي عندهم البشر ديالهم حساسة من الشمش وخان ديرو الكريم الواقي بالشمش في الدورة ديال العين خان نديرو فق منو بحتان ضدرت ديال الشمش باش يحمي الدورة ديال 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 ديالنا بينصور ترتيب هو حاجة اللي مهمة جدا 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 الجمال ديال البشر اللي تحيط بالعين ديالنا اي مساج بينصور بالنس اللي في دا 28 سانة كنقدرون بدو المساج اللي كيخفف لنا اي الهالة السوداء وحتى التجايد من الوصفات اللي متداوية لو تنشوف ها دايما تيقول لك وصفة يابانية هوا كحلا عسل والماء وتوضع على الهالة السوداء وش نتيجتها فعالة نتيجتها فعالة حيط الكافيين ان جنرال اللي كتعاون فلا سيخول سانت دي اي بلاسة نونك ملي كيكون عندي واحد التأخور في الدورة الدموية ولا واحد تخطور في الدورة الدموية اللي دايرة بالعين دي النا كيعطيني واحد زروقة بس كدورة دي الان دي النا ولا الابو اللي كينا في الدورة دي الان دي النا ارق من الابو طولي الدورة الدموية ولكن كين وصفات حسن مثلا الماورد والخيار ونديروهم في تليجة ونديرو بيهم انبو مساج وفي نفس الوقت كنديرو تغذية المحيطة دي الان دي النا ما اي وصفة اش فنا هم نديرو هاش حتى نشوف واش امين على البشرة دي النا الناس اللي كيدرون مع القبار دين في القانجيلاتر ويديروهم لانيهم باش يعالجوا للساغن ستخي دانجور كين الحرق بالسخون وكين الحرق بالبارد نونك ما نحاولوش نديرو واشنو الفرق بين ما وردو الخيار بين الجين والمعلقة هما غتكون عندهم البرودية طالحة المعلقة مني كيديرو هالناس كيحطوها اه اوكي حتى دوزها ما تتركش بزاف على الاب وحتى الدرجة ديال الالم سيدة مني كتحسب انه كتدوز تلجأ لأي نهائية بخي كتحسب واحد لضو لا كتزول تليجة مال حطينا المعلقة وكتكون باردة بزاف تقدر تدير لنا واحد الحرق بالبارد بيان سور اي كخيم تنديروها الاوينة ديالن في طلاج تبردو وديرهم مش متبتة علميا شوف حتى شي حاجة ما متبتة علميا من غير الكريم اللي يقدر يكتب لنا الطبيب انهم يعطونا واحد النتيجة فعالة يعطونا الترطيب يعطينا واحد افي ديال اللي كيكون تنبو غير ميفوت يحت 24 ساعة ولكن اي حاجة شريط هال لدي 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 كون كتبها للطبيب لما تكون بزيانا بيانسور اتمنى ما عندحتش علاقة مع الكاليت ديال الخدوي دي منسول الى الحاجة اللي غدي نحطها الى عيني الى شكرا لك بساف مريم صباح مرحب شرفتونا بالحضور ديالكم جوب قيت من يتشاف مشاهدينا الكرام حلقة اليوم غدي نحضر معكم حلوة الكوك حلوة الطفولة الشائرة كانت جي لديدة بساف تابعوا معي الوصفة بنسبة المقادير غدي نحتاجو الكوك او لجوز الهند غدي نحتاجو كذلك البياض ديال البيض وغدي نحتاجو السكار سانيدة فبالنسبة لطريقة التحضير اول حاجة كناخدو الكوك غدي نضيفو عليه السكار سانيدة وغدي نضيفو البياض ديال البيض غدي نحاول نخلط هاد المكوينة هادوهم زيان حتى كي تخلطو مع بعضياتهم هادو بالمقادير من قول paty وغدي نضيفين ب speech في shake هكذا من قول بعض المكوينة هذه الشيخة هادو تم fato في Light كما نضيفنا ونبقى ونحركه تقريبا 1 مدة 10 دقيق حتى يتطلق لنا هذا الخالط ونرجع ونكمل طريقة بتاع بلدوز الخالط ديرنا تقريبا 1-10 دقيق فوق حمام إذائي ونخطيه بلاستيك غدائي ونخليه في تلاجة تقريبا 1 ساعة 3 ساعة ونص حتى يبرد مزيلا ونرجع ونكمل طريقاتها بعد ما بردلنا الخالط ديرنا تقريبا 1-10 دقيق في تلاجة سوف يديني بشي شوية دير الماء سوف نجده طاوة تنفرش لورق دير الفورن وتبدو كنشكله قوائرات مناط الخالط هذا بعد شكته هذا سوف نضعها في طاوة بنفس الطريقة شوية دير الماء سوف نقوم بحلوة ديرنا سوف نطلقها شوية أنا سوف نكمل بنفس الطريقة سوف نكمل طاوة دير الكاميرا ونرجع ونكمل طريقاتها بلا كمية الحلوة ديري سوف ندخلها للفورن بالنسبة للفورن سوف يكون السخون من قبل 180 دراجة سوف ندخلها ونحسب لها تقريبا بين 8-12 دقيقة حتى تطيب وتتحمر ونخرجها لتشاهدوا الشكل من يدي هذا يبقى الشكل من يدي حلوة ديرنا لنخرجها من الفورن سوف نجد جيدة بزاف سوف تتحمرها للون ونخرجها بكثموان نتمنى أنها لإعجاب لكم ونجربها وبصحة وراحة شكرا لأنكم مزانين تابعين حلقتنا اليوم جزء ثاني من برنامج نايل تحقبية في كل من دكتورة ليلة رفيق الأخي الصائف جراحة الأنف والأذن الحنجرة الوجه والعنق مرحبا دكتورة وسائزة شكرا لك الحمد لله شكرا لك الحمد لله نرحب بضيف فقرة مبادرات زكريا العلا لرئيس جمعية شباب الغد للتقافة والتنمية الجمعية الاجتماعية مرحبا زكريا شكرا خشيدين وشكرا على الاستدافة من دفع شوية تعرفوا في مبادرات على الجمعية دي لكم أكثر والتكوينات المجانية التي تتوفرها ولكن قبل صحتي رسمالي فرصة تكلموا على الرعاف أو لنزيف الأنف رفقة دكتورة رافق دكتورة رافق وشا عادي الإنسان في الحياة دياله يجي نزيف مرة مرة في النف دياله أولا يدوز بالدم النف دياله مرة 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 مقدرون نرعفه بحال في الجونيس ديال البرد إلا كانت البرودة بزاف وليلا كانت الحرارة بزاف مقدرون نرعفه مرة مرة وكين أسباب أخرى اللي تهيك تكون شوية حميدة غا نتذكروها من بين الأسباب من بعد نبقى دايما في إطار الرعاف الحميد اللي مسموح به وما تتعتبرش مشكل صحي مناش يجي من غير مثلا طقس بارد بزاف أو طقس سخون بزاف كين الأسباب أخرى شنو هي؟ هو اللي نبغي نقول في الأول نعرفه بعدها هو الرعاف كما العادة بيسر ذوك الرعاف هو نتيج على الإصابة دياله دوك الأوعية الدموية ولا العروقة اللي كان في غيشاء المخاطي ديالنف ذوك أي حاجة هتقدر تؤثر لنا على الدورة الدموية ولا شي حاجة في النف بالضب تقدر تعطينا الرعاف بالله الذين الآن ندربوا على الأسباب كين عندنا ثلاثة الأنواة ديلود كين أسباب ليك�łbyكون ما ml thinking موضعي يا يعني في النف أولا في المناطق اللي قريبة للنف وما حوما دوك بحال دوك بحال أي حاجة اللي هتعلتنا لتيهاء فى الانف الوى فجافة فى الأنف فدوك أي حاجة اللي غي دي تتعطينا مثلا الأم thực دوك تقوب ديلsch اللي كعتونLL الطريرة الدوران دي الهواء داخل الأنف ويعطونا تهم الجفاف ومن ثم النازيف ولا تنظيف المتكرر خصوصا عند الوليدات الصغار أول سبب اللي تنقلبوا عليه هو أنه تكون خاشي صبع ديالو طول الطم دوك هذي يقدر يجرح النف ديالو ويعطيه النازيف كذلك هناك الأجزام الغريبة أو تاني عند رالي صغار تقدر تهربلو شي حاجة في النف ديالو كيخشيو مشي تهربلي الوليدات الصغار تيخشيو بساف تلحويش في الأنف ديالو هادشي دخل في تخليد كل قريقات تتبقوا تلكشاف ديالتو قبل عندنا تيقول قريق شنو ندير غادي الخشي شي حاجة في النف ديالي أون جينا غال ما تيكتشفوهاش الوليدين ديك ساعات حتى كيولي النازيف مرة مرة وكتولي وحد ريحة كاريها في الأنف دوك هناخس الوليدين يقلبوا على شنو كينشو في الغالي بتيكون خاشي شي حاجة لتتبقى جرح هادك الغشاء المخاطي ديال الأنف ستعطينا النازيف والسبب الآخير في هاد الأسباب الموضعية كيكون هو لقدر الله الأورام دوك هذي بيس هالأورام تعتبر صعبة؟ أورام فيها الحميد وفيها النات احنا كنحاولوا ملي كنديروا الميندار ديالنا ولي كنديروا الفحص ديالنا كنحيدوا أول حاجة اللي تقدر تكون خشي حاميدة خبيثة angoar دوك ثاني بسبب ولي الأسباب ذيال الأسباب اللي هو الجهازية دوك شنا هما الأسباب الجهازية يعني الناس اللي كتل عليهم التنسيوم ايا يناس اللي عندهم تس Love Chirane يناس اللي عندهم أمراض ديل تختور الدم يناس اللي تكون عندهم أمراض التهابية الإنف العرب ايا يعني الناس اللي عندهم نحاسية وإلين الآن في الوزر يعطروا يرفون علاش؟ حيث هاتجوج الحويش كعتون التهاب ديل العرق التهاب ديل العرق ترتقو اها ذوك اولا او تاني بالمراض كنلقاو كيكشفونا امراض مناعاتية امراض ديل الغوداد ثمة احتهوما مو خيسبو الرعاف والا ذوك اذا كشي علاش اي رعاف متكرر خصنا نشوف المتخصص اها ذوك امرعاف مره مره مغي شوية ماشي مشكي ماشي مشكي فهمتي ولكن مالي كيتكرر الحجم اللي تتكرر اها ماشي حال نتكرر ديل تكرر ديلها دكتورا مثلا في الشهر لا ممكنش كل شهر لا ممكنش كل شهر اها كنقولو زعماكين نادا احلا مره في العام انا ماجهوش مرهات في العام اما لكن كل شهر صابتك كين مشكي اللي فهمتي تي يتيرلينا هدوك وتيحكي لنا على هدوك العرق وتيعطينا النازيف ولا مشكل في الدات كاملة في الدورة الدموية لها ولا شي حاجة دوك سنقلبوه على السبب اول حاجة كنديرو ذاك الفاحس كنديرو المندار وسنقلبوه على السبب لحيدو اي حاجة اللي ماشي حميدة اها اليوم اللي سنديرو التشخيص ديالكم تيكون عن طريق المندار باش عارفو السبب الرئيسي بخلالنا سقدروا تقاولي الالاجات الممكنة والحاجة هو الفاحس الكلينيكي هكا كنقلبوه النيف بالماتريالي اللي اللي هو هيدا تيبالينا بحل بل كان وارهم ولا اونجيل اغالب حل وليدات صغارة تيكون عندو ملتاش باسكويلاغ يعني هدوك العريقات اللي القدام تيكونوا فهمتي باينين بأنه وراف هدوك البلاصة النازيف كانو دو كان كيوهم موحد القالم فهمتي كان كيوهم دو كان كيوهم غير في الكابينة ماشي بعد المرات تيكون شي نازيف حاد كان قدرون ندخلوه البلوك إلا كان شي عرق سيغطوه الغر ولا عرق كبير ما بغاش يحبس كان قدرون ندخلوه المريض البلوك كان قدرون نخليوه أسبيتاليزي وثاني إلا كان وحد نازيف حاد اللي اضطر لنا على الدم وخصو يتزادو الدم هو كان قدرون نخليوه تحت المراقبة دوك هدو هدو من الأنواع كين تالت نوع من الأسباب هم الأسباب الخارجية شنه هم الأسباب الخارجية وهنا غادي نعطي وحد مصيحة هو استعمال غير مقنن ديل هدوك القاطرة ديل الأنف غير فما تحس بشو حاجة ديل القطرة ديل القطرة الأنف وكين واحد نوع بالضبط ما غاديش نقول اسمية ديالو هو أنه كنقولولي هو مرا ماستستعملوش كتر من خمس يام ووحدة فهدلي غاو كومونداسيون الأخرى ما بقيناش كنستعملوه بزاف هادك بلي تنقولولي للكمرا هاد العادة ديال الأيام ما شيفينما يدركني في كل هادة تمشي تصير حتي يقولي وحد لي فئات الزقس ديالو كيقدار يخلي لننف ديام المبوشي يقولي تيرعاف مني كان عطيوك كان قوله خمس يام وخمس يام عشر يام عشر يام عشر يام عشر يام خمسة عشر يام وخمسة عشر يام وخمسة عشر يام ستكون جراحة التي تكون انفازيفة والتي تأخذ الحجم كبير وتتبعها نقدرون أن نقولون ما سنقوم بأشيعة ولا سنقوم بأشياء السيروم يعني الشيميو التغابي لذلك كانت بزافة الأنواع لحسب الحالة المرادية تأخذوا بروتوكول الإلاج طبعا الحال دائما في الأسباب الخارجية هنا الناس كنا ندار معالجين وهذا المستعملين الكوكاين والمواد السامة في الأنف اللي تعطينا وحد توقوف الأنف تحرق لنا الغيشة المخاطئة دي الأنف وباش كنعرفوهم اللي تنقلبوهم وتيجيهوا بالنسبة للنزيف متكرر وهذا تنعرفو بأنه كيستعمل حيث كيكونوا واحد الأعراض في النيف واحد الغيشة المخاطئة اللي تكون مهلوك هذا كشيعلش يكون عندهم دائما نزيف متكرر وبطبيعة الحال كين الحوادث والكسر دي الأنف تهيكا تتخيي الناس في الحالات عموما دكتورة طريقة التعامل مع الشخص من اللي كيرأف كين مزاف دي المعلومات اللي كتشي رايجة في المجتمع دينا لكيفاش نتعاملوا معه الزراس والفوق يسد نيوفو علميا شنو صحيح ملغى على ته دكتورة؟ علميا أول حاجة طبيعة الحال أول حاجة هو أننا ما تخلعوش شنو اللي كيوقع هي ديك اللابانيك هي ديك الهلع مع الدم عشاك فوق نشوفو الدم لوحد كيت تخلع من الليل واحد تينزف كسوسو صغير ولا كبير ما تنهبطوش راسنا ما كنطلعوش راسنا كنخليو راسنا الامام حال هكا وكنشدوه نشدو الحافة دي الانف دينا كنبانسي والانف دينا واحد خمسة تلعشرة دقيق نغمال مو خصو يحبس الدم إلا كان شي حاجة حميدة ذوك ما حبش الدم قدروا نحاولو مرة أخرى مرة ثانية ولكن إلا بقى كنمشي وكنشوفو المسكعجات طبيعة الحال بروتوكولات الإلاجية مثلا دكتورة في حالة نزلت البرد كان البرد بزار كيف شو تتعاملوا مع المريض إلاجات سيتشكة بلي رتينزف بطريقة متكررة طبيعة الحال هو كيف ذكرت قبيلة إلا كان شي عريقات القدام بيني نرى كان كويهم غير في الكابينة وفي العيادة كان شي نزيف كتير سيختون الناس اللي تطلع عليهم التنسيون ولهذا ديك ساعات كان ديروا أميشانج يعني تنسدوا بحد الفاصمة التي تصد الدم وخصوصا الناس تهما اللي عندهم أمراض دم تهما كان جيوش خصوصا نسدوا بعدها ولاش؟ حيث ما خش يبقى ننازيف خش يبقى الدم كيدوز حيث قدر حتى الشخص حتياج للدم يعني تزيدك يقدر يؤثر على الحياة ديروا لك كان نازيف كتير قدر يموت هذا الشي اللي يخصنا نعرفه لك حتى نخصنا نصدوا كان بلوكيو هذيك الجيهة دير النازيف وعاد كنشوفوا الأسباب هذا كش يعنيش ماتلا للناس اللي متبعين مع طبيب دير القلب وليهذا كي يجوع نحن اللولين كنحبسوا لهم الدم وكنصيفتهم عن طبيب دير القلب يقادلي مدوا ديالهم ويقادليهم كل شيء بعد المرات هذ المشاج حتى هو في بزاف الأنواع كيلي كيدار القدام كيلي كيتقوم في لام اللور كيلي كندخلوهم البلوك كنكويلهم دبا في الغالي بياولنا إلا كاللور تنكدخلو البلوك وتنكويل العرق بزاف الأنواع باختلاف الحالات تختلف العلاج غا هو اللي مهم الناس عقلوا إليه من هاد الحديد ديالنا رأيي للتقاود تكرر عندكم النافزيف ضروري تمشوا بالطبيب لأنها ترأف بطريقة متكررة رها مش عادية ويقدر يكون عندها أسباب ربما خفيفة ولكن توصلنا حتى عطلنا توصلنا النتائج وخيمة حالة دي الرسالة الختارية اللي نقدرون نكزو عليها في هاده مهم جدا ردوا البال مأوليداتنا الشي ديرو في نيوفو موشي حطو في نيوفو مياك دكتورة مهم بزاف أنه إلا رأفنا اللي طول ينوصل الطباب قلت يا دكتورة نبان سيني في ديالي ومقب حلقة القلق ماشي هابط وماشي طالب حلقة حيث الأغلبية يطلعوا هكا بتاريقات أبعية الطول اللي نوصل عند الطباب المعالج هو يرقى السبب والقوي شكرا لك بزافة دكتورة مرحبا خليونا مشاهدنا في مبادرات نتعرفوا من خلال هذا الروبرتاج على جمعية شابب الغد للثقافة الاتنمية الاجتماعية روبرتاج رجالي الحديث رفقة طيجنا موسيقى 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 فن جناوة تورات فني عنده تاريخ عريق في المغرب وصحة ديالو تجاوز الحدود الجغرافية وصبح سافير للثقافة المغربية بحكم أن أغلبية السياح ومشاهي الفن ولوا مغرامين بنغامات الهجهوج وعزف القرعقب هذه التورات صبحوا كيتورته الأجيال في مختلف مناطق المغرب في مدينة الفقه بن صالح تأسات جمعية شباب الغدل التقافة والتنمية الشمائية واللي كتظهر على الاهتمام بهذا الفن هذه عامين بس التحقت بجمعية شباب الغدل للتنمية والتقافة الشمائية وتكونت في إطار التورات القناوي والعزف على مزموعة من الآلات كالطوبول وآلة القرعقب وآلة القنبري اختارت الآلة القنبري اللي هي واحد الآلة روحية وكتعانوني بزاف في حياتي اليومية وكتعانوني مجموعة من الطاقات الإيجابية كنت مننا بالله نحافظه على التورات القناوي ونستمروا في العزف مدام مفرننا الجمعية مكان للعمل ونطلقوا إن شاء الله بعدة فورق وتمكن لي نخدم مع بزاف الناس جيت للجمعية باش نتعلم التورات القناوي وأنا كنت قبل تنبغي التورات ولكن ما صبتش فيني بتعلمه تصبت إعلان على صفحة الفيسبوك ذي للجمعية بلايش أتعلم القناوي تعلمت آلة القراقب وآلة الهجهوش تعلم مجموعة من آذاني القناوية نجي يومين في سيمانة من بعض القرايا جيت نتعلم بالموسيغة وبالضبط القراقب العزف على آلة القراقب حتش أنا مجحلة هذي وأنا متأطرة بالقصة ديالهم وكيفاش حتش بانوا في المغرب وبالضبط بمدينة الصويرة كان دير القراقب وكان غنيوا إن شاء الله إلى اكتب الله سنكمل في هذا الماسير هذي وعليش اللعلي شاء أنا بنكونش فندانة ونقفه قدام جمهور وأنا كنعزف على القراقب كل فشي خاله الجمعية كتنظم دوارات وورشات لسكوين أبناء جهة بني ملا الخنيفرة قواعد وأصول تورات القناوي وبشكل منظم كيحضروا عشارات الأطفال والشباب للعزف على آلة الهجوج والقراقب الشي اللي كيضمن السمرارية لهذا المورو الثقافي موسيقى زكريا علالي مرحبا بك شكرا لك شكرا لك شكرا لك كيف وجدتكم فكرات الجمعية وإمتى أسستوها؟ الجمعية اسمتها جمعية الشباب الغد اللي تقافي وتنمية الجمعية أتأست نهرة 8 في شهر خمسة 2014 في الفقية بن صالح رايح نحن وأعداء الفقية نحن كنا كنا نمارسوا تاقناويش جلنا في المدن دي اللي معروفة بتاقناويش كالصورة ومراكش كازا وحاولنا أننا نجيبوا دكتورات للمدينة دينا ليلفقيا بن صالح وجدت الفكرة من تمك رقيتوا إقبال من شباب وشابات المدينة نعم لقيتوا إقبال كبير لدرجة أنه عندنا تلاشة دي الأقسام عندنا الأطفال وعندنا الشباب واليافعين وعندنا حتى الأمهات والأباء ديالهم وعندنا أن نجيبوا وعندنا أن نفهموا تاقناويش نعم سلام لبرنامج الأولى الجمعية لكم وهذه التكوينات تأتي في إطار برنامج أوراش نعم لبرنامج الحكومي أوراش استفدنا من أننا نجيبوا مع سيد رئيس مجلس إقليمي الدكتور صالح الدين في عمالات الفقية بن صالح وقالنا لي أن يكون هناك رغبة لأننا نعلم الأطفال والشباب يقناويش وقالنا لماذا لا تنجوش هذا الشباب والأطفال في إطار برنامج أوراش وستفدنا من الدورة الأولى برنامج أوراش واحد وده بحنا في برنامج الحكومي أوراش جوش اليوم موش تكوينات المدة ديالها وش اللي بغي يجي تأنام تيجي شحال عدد الحساس اللي كتوفرهم الناس أسبوعيان بقرفنا أكثر كل شي كيجي أي من بشيدة أن من 14 العام من 35 سنة بالمجان في دار الشباب أوم الرابع في الفقية بن صالح وكيشرف عليها أوطور يعني نيتش منية ديال الأوطور وكيشكون ما بين حوالي 100 طيفل وشاب إلى 120 كيش قسموا عبر حساس حساس لاندكم نعم في الأول تقبلوا الناس ديال منطقة الفكرة ما تقبلوهاش سألوا وليداتهم تقناويت نعم ما تقبلوهاش ولكن بحكم الفرقة ديالنا اللي هي فرقة جناوة مرصة درنا دي سبيكتاكل في المدينة وفي جياش بني من الخنفرة وعلى ذكر أننا نحن الفرقة الوحيدة اللي في جياش بني من الخنفرة اللي كتدير شقناويت نعم من بعد جاتل من اللي ريحنا قلنا عشنو غنديرو ما غادينديرو غادينديرو غادينحاولوا أننا ننصي إعلاناش في الفيسبوك بأننا نرى جناوة كينا في الفقية بنصالح ونعلموها الأطفال في المركب التقافي وبدك يجينا واحد يجيوش ثلاثة شي كيعلم شي حتى ولا تبارك الله العدد كتير بززر العدد كتير طموحاتكم اليوم للجمعية واش بقيتو فقط في موسيقى جناوة أو لحليتو تكوينات أخرى لكني تكوينات أخرى مش غير تورات الجناوي كين يعني جميع اللي زان ستريمو من الباطري من الإيقاع موسيقية نعم من القيتار الإلكتريك من اللاباس من الكامان جميع اللي زان ستريمو موجودين في المركز دينا في دار الشيباب وكنعلموهم الأطفال وكنتعلموهم الأطفال نعم أنتم مركزين فقط على الموسيقى أو لكين أو راشخورات تقوموا بها في مجال كنديرو صباحيات يعني الأطفال في صباح البهلاوان ويوم الأحد الليوليدات الصغار اللي ما عندمش الحق يستفدوا من من برنامجي لقلم 14 سنة نعم أشنو أكثر الحاجات بالنسبة لي كرئيس جمعية وفريق اللي معاك اللي كنتو كتشوفها صعيبة وواجهتكم كنا ما كانش عندنا فضاء اش فين غادي ننتريني وفين غادي نستقطبو هاد الأطفال و هاد الشيباب باش نجيبوهم ونعلموهم نعم يعني كانت دار الشيباب كانت سادة دابا الحمد لله وزارة تقفرس لحاشها وفضاء كبير ما شاء الله وكن نزولو فيها الليوم وليسو كتخدمو بطريق بأريا حياة نعم ماشي فحلو والدابا الحمد لله قاع جامع الوسائل شوفراش اها تأثير خدمتو مع الناس وصلتو اليوم مية وعشرين مية وعشرين ما بين الشباب والأطفال نعم مع الوقت سانة لسانة شنو بدلت مستق تقناوه فهد الوليدات وفعد الشباب نعم ما بدلاش بزاف دي اللي حويج لأنه الدرجة أنه كينين بعد تلامد بعض الأطفال اللي كانوا خارجين يعني منحارفين ايا كينين عندنا حاليا كانوا منحارفين وخارجين على الطريق يدروا المخدراش ولو دابا الشغل ديالهم وهو الموسيقى وهو قناوه اها فقط اليوم شنو كتطمحوا في المستقبل تعتوين الناس المنطقة في علاقة بثل الموسيقى نحنا كنتطمحوا أنه إن شاء الله هاد شوراش هادا كينما علموه لنا المعلمين اللي يطول فعمرهم واللي مات الله يرحمه كينما وصلوه لنا بغينا نوصله لذي الأطفال والحمد لله را تقنوي الدبارة را معترفة عالمية معترفة مطرف اليونيسكو الحمد لله بجتهد المعلمية وتلحاولوا إن شاء الله نوصلوا هالولاد وولادنا كينما تيقولوا ويحملوا المشعل إن شاء الله أنا ما نفوتش الفرصة ضروري تسمعنا شي حاجة زكارية تفضل موسيقى 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 ركي جنة يا بلا موساكا سبحان الله يا بلا موساكا لا والله سيدي موساكا ما واما ما واما ما واما يا بلا موساكا شكرا لك زكريا لهذا إقاعات الجميلة نبغي نشكرك ونشكر دكتورة رفيق شرفتونا بالحضور ديالكم جوقية نتكلموا لنظامنا الغذائي ونعرفوا دور التغذية في تزويدنا مضادة الأكسادة دكتور رمضاني ياهلان واسهلين مرحبا مرحبا بالأخي صائب تغذية ديالنا سعادتكم بيناتنا في حلقة جديدة مضادة الأكسادة كيفاش نجيبوها من تغذية ديالنا في بداية فقرتنا اشنهما مضادة الأكسادة اشنه هي الأكسادة بدا الأكسادة هي واحد العملية اللي كتوقع في الدات ديالنا غنبري باش كلنا نفهموها غنبتلها بالمجمر اللي في الفخر ففي الخلايا ديالنا كين واحد بلاس واحد الحاجة اللي كتسمى الميتوكوندري واللي هي ديك المجيمر ديك الفران ديك الانتاج ديال الطاقة ديال ديك الحرارة اللي الدات ديالنا كتحتاجها باش تعيش باش تحرك باش تنفس باش تنتج الميتوكوندري كدلي كتنتج ديال نفس الوظيفة المجمر كدلي إلا كترنا فيه مثلا الفاخر ومسألة عادية على أنهم اللي كتكون شعلها فيك يطيروا شي طريفات حدا شعلين وكيد قدروا يطيحوا قدروا يطيحوا اللي ينا في الزربي وحرقوها قدروا يقسوا اللي ينا في بشرة ديالنا ويحرقوها ويقدروا طبيعا وشحال ما كترنا منهم شحال ماك غاضطروا لنا بزاف على الوسط ديالنا هاد الفتيلات اللي كيطيروا ساي ورائنا هادو كهما الأكسادة هما اللي كنسموهم اللي زي سبيس غي اكتيفة الأكسيجين واللي كيخرجوا من اللي كيخرجوا اللي هي المواد المضادة لأكسادة حتى لما القوهاش عشنو غايدي بداوي غايدي بداوي أكس دولينا حويجات اللي هما مهمة لنا يعني كيخربوهم يقدروا أكس دولينا مثلا يصيبوا لنا مواد دهنية ديالنا بعض البروتينات بعض الأنظيمات لديعين ديالنا اللي هو الأساس الوراثات ديالنا الشي اللي كي يخبط الخلية ديالنا والمكونات ديالها والوظائف اللي تقدر اللي تقدر تديرها ومع الوقت بطبيعي الحال تقدر هاد الأكسادة تولد لنا حويجات اللي هما مضرعين مثلا إلا أكس دات لنا دوك الدهنيات خاصة ولو الكوليستيرول مثلا حيث الكوليستيرول يكون دار مليكي تأكسد إلا تأكسد غادي يجي وغادي يلسق لنا مع الخلاق مع الغيشاء ديال العروق ديالنا وغادي تبدير لنا لاتيغوماتوز اللي كتسمى وهي ذيك الترصوبات اللي كتقدر تكون تما هي بطبيعة حال كتكون داخلوك نحنا الشي اللي كيخلي يأثر لنا حتى على الصحة ديال القلب والشرين هذيك الأكسد كتقدر تأثر على الخلايا ديالنا على الاضعين ديالنا وبطلبية الحال كتخربق الخلية ويقدر مع الوقت ينتج لنا مثلا خلايا سرطانية كيقدر إلا كان كما تكرت المجمور الخدام وكتير بزيف كيقدر يسرع لنا الواتيرة ديال إصابة بشيخوخة شيخوخة المبكرة شيخوخة المبكرة وهذا تأثيرات بطبيعة الحال ديال هذي الأكسد الكتيرة هي اللي كتقدر تعطينا مثلا مشاكل على المستوى البشرة مشاكل على المستوى الدماغ يعني ربما الزايمار ولذلك المشاكل اللي كتكون عندنا على مستوى الذاكرة ديالنا يعني مشاكل على المستوى القلب والشراعين مشاكل على المستوى يعني الجسم ديالنا كله يتأتى الوضائف والأنسجة ديال ديالنا كتقدر تأتى بالأكسدة اللي فيتها دكتور ردني لفهمت كل جسم على حسب نسبة الأكسدة اللي فيه كتزاد أرطو للإصابة بعدد من الأمراض والمشاكل الصحية وخا اليوم تنتكلموا على مضادة الأكسدة هما اللي كيتفايوا هاد الشي كامل باش ما يوصلوش يخرقوا لنا مجموع عمل الأمراض شنو هما مضادة الأكسدة كيف الشلق هم المضادة الأكسدة باش نسهلو هي وحد زويف كالمسحوب هاد العفية هدي هما حويجاك اللي كيكونوا عندنا في التغذية ديالنا بالأساس وبطبي الحال ركين مواد مضادة الأكسدة خارجية وحتى الدات ديالنا كتدير تهي واحد من جهود باش كتنتج تهي مواد مضادة الأكسدة ولكن مع ذلك كتبقى أن نحن نعطي الدات ديالنا مواد مضادة الأكسدة مهمة هاد مضادة الأكسدة كنا طلقنا مثلا الفيتامين ا والفيتامين ا بالأنواع ديال الوغيتينول يعني مهم هو من الأول المضادة الأكسدة بطبيعة الفيتامين ورسينول منصوح في المحاربة شيخوخة البشر بطبيعة الحال ولكن لكترنا منه تهور تكون أعراض أكسية الفيتامين سي كنا نضروح لها في المناعة دابا نضروح لها في الأكسدة يعني الأهم الفيتامين ا الفيتامين ا كتجي لهذه الأكسدة وكتلاق معها باش كتفيها ولكن خاص هم شي واحد ليعونهم باش يخرجو كتجي الفيتامين سي تعيي كتجي كتهز وكتعون هم يعني فيتامين ا فيتامين ا فيتامين سي هاد فيتامين هم كاللقاو الفيتامين ا طرقنا لي كاللقاو ها بالأساس للغيتين اللي دكرتي كاللقاو في الكابيد اللي يبخوا فيتامين A كنلقوهم في جميع الحويجات اللي هما ملونين الخضر اللي هما ملونين كنا هضرنا على اللون الأصفار على اللون الأحمر على اللون برتقالي كنلقوهم كذلك حتى في القصبورف مع النوس يعني في العشو يعني وليزوين في هادو أن احنا كنلقو فيهم حتى واحد نسبة دير فيتامين سي الفيتامين سي مليك انضرو أليه كلنا كان هضروه على الليمون كان هضروه على الكيوي الفلفلة مع النوس يعني بالإضافة لكين جاء الجامع بالحويجات اللي هما مصادر ليلفيتامين سي الفيتامين اي جميع الزيوت النباتية ولا الموال فحل لوز الارقعة أهات ولي هما مصادر مهم فيهم الفيتامين اي وشكينا دكتور رمضاني واحد النسبة ديال احتياجاتنا لمضادات الاكسادة او لا كتختلف من شخص الاخر هي الانتاج ديال الاكسادة كتختلف من شخص الاخر على حساب النشاط دياله انا بغن نشر واحد النقطة هو هاد الاكسادة رمز ألا فيزيولوجيا وهاد الاكسادة را عندها كذلك دور فرا هي كتلعب دور وهاد الاكسادة كتلعب دور تفي التوازن ديال المناعة ديالنا كتلعب دور في انها كتقدر تقتل لنا بعض الخلايا اللي غير صحي وكتسرح الموت ديالها لمنها الخلايا السرطانية يعني داخلها حتى في التوازن ديالنا يعني ماشي مناخدوش انها تكون خيبة حتى مني كتكتر هاد فاش كنحتاجوا كما اذكرت هاد المواد المضادة الاكسادة اللي كنقدرون نزيدوا عليهم كذلك البوليفينولات هما واحد مواد اللي كلقوهم غالبا في الخضر والفواكه كلقوهم شحال ما اللي كتكون عندها الالوان شحال ما كانت والخضر والفواكه عندنا ملونة فشحال ما كتعطينا واحد نسبة كبيرة من هاد الفلفون ويدات من هاد الغسفيراتول لهادي مواد مضادة الاكسادة طبيعية ومهمة بزا بلا ما ننسوا كذلك لانو كنحتاجوا حتى بعض الاملح خاصة زنك خاصة سيلينيوم وهادو كنلقوهم في الاسماك وطبيعة الحال كنلقوهم في فواكه البحر ولكن كنلقوهم حتى في القمح الكامل في الشعير يعني المصدر ديالهم مهم يعني التغذية ديالنا شحال ما كانت متوازنة شحال ما كانت تعطينا كانت تمكننا من مواد مضادة الاكسادة بشكل صحي شكرا لك بزاف دكتور رمضاني على اللقاء وحكي لنا وفي نهاية حلقتنا نذكركم مشاهدينا بصفحات الأولى على مواقع التواصل الشمائي تظهروا أسفل الشاشة مرحبا بأرأكم واقتراحتكم البرنامج شكرا على المتابعة شهية طيبة تقال أخير على الأولى